دكتور فلاح العامري أرحب بكم في كدوسان يا أهلا وسهلا في البداية أريد أن نسأل السؤال حول آلية تسويق وتسعير نفط في الإراق ما هي آلية؟ شكرا جزيلا على الدعوة وشكرا جزيلا على الأسئلة وإن شاء الله نزودكم بالمعلومات الدقيقة حول الموضوع تعتبر آلية تسويق وتسعير النفط العراقي هذه من الآليات حقيقة المهمة والشفافة والمتطورة في المنطقة وهذه الآلية التسعير والتسويق والتخصيص تخصيص الكميات حقيقة حققت للعراق احترام من قبل الزبان المشترين للنفط العراقي خلال هاي الفترة الـ 15 سنة الأخيرة حيث كانت الشركات اللي 2007 كانت الشركات اللي تتعامل ويانها أو تشتري النفط العراقي تقريبا 28 شركة من كل الأسواق الآن والحمد لله يعني تقريبا وصلت الخمسين يعني احنا عندنا زبائن كثيرين في كافة الأسواق وهذا أحد أسبابه هو الرغبة في التعامل مع العراق وشفافية بيع النفط العراقي وتخصيصه وتسعيره الآلية التسويق أنه يتم توزيع هذه الكميات اللي قابلة للتصدير على ثلاث أسواق سوق الشرق اللي هو اليابان والساوث كوريا يعني كوريا جنوبية جنوب شرق آسيا يعني شرق آسيا والصين والهند ذني أكثر شي يعني احنا ثلاث دول مهمات جدا كوريا والهند والصين ويروح أيضا نفطنا إلى سوق آخر منطقة أخرى سوق أوروبا واللي دائما يروح يعني يصدر عن طريق القناة السويس وكان أيضا من جيهان أيضا ويروح أيضا من سوريا وانتشيث السوق الآخر هو السوق الأمريكي بعيد السوق الأمريكي هو تقليدي يعني من زمان يعني بس الناقلة اللي تروح له فريلار تبيرة أم المليوني شو طزق تقليدي يعني؟ يعني سوق مو جديد الصين والهند الصين سوق جديد بس أمريكا يعني يعني من زمان هي شركات عملاقة وتأخذ النفط يعني تستورد النفط أو تسوق النفط من كل دول العالم ولكن احنا ما نتعامل ويكل الشركات العالمية أو مو هي تشتري النفط العراقي يعني وإنما احنا نحاول أنه نوازن بين الأسواق ونطل أهمية للسوق اللي الواعد أو السوق اللي يحقق العراق من عدة إيراد أفضل ولذلك سوق الشرق يعتبر هو أفضل الأسواق والكميات اللي كانت في 2007 مثلاً نسبتها 28% تروح إلى فاريسة الآن تصل إلى 70% فحاولنا نغير تدريجياً السوق مالتنا الكميات تروح لهذاك السوق وهذا يحقق أنه مبالغ كبيرة واستقرار بالسوق بالنسبة للسوق الأمريكي ما السبب الرئيسي لاستقرار؟ لأن بلدان ناشئة اقتصادياً وتحتاج إلى كميات هائلة من النفط وبنفس الوقت عدد نفوسه هواية يعني الصين مليار ونص والهند تقريباً مليار ونص نص الصين والهند يشكلناً تقريباً 45% من نسبة فيحتاجون إلى طاقة وأيضاً بلدان ناشئة اقتصادية عندما يشوفوا الطفرات الاقتصادية عند الصين بالصين ولذلك إحنا دائماً ننظر أنه شلون يسوق النفط العراقي وننظر إلى نظرة بعيدة شلون نحافظ على هذا السوق والراقب إذا صار خلل في هذا السوق قلت الكمية كذا يعني نعالجه حاول نعالجه نبيان الأسباب ونعالجه يعني قدر الإمكان حتى لأنها مو مسألة فد إحنا نسوق بس مال سنة إحنا لازم نسوق منها إلى قد ما يبقى النفط العالم يستخدم النفط بالنسبة للسوق الأمريكي نسبته تقريباً يعني عشرة إلى خمسة عشر بالمية يعني الثلاثين بالمية البقية تتوزع بين أوروبا وأمريكا طبعاً نبات تصير خمسة وثلاثين نبات تصير خمسة وعشر حسب السوق يعني التسعيرة كل سوق إلا تسعيرتها وعندنا نفوط اسمها نسميها نطلق عليها نفوط الإشارة النفوط اللي يتنبع يومياً ومعروفة وخفيفة من هي الـ WTI والبرنت هذن اللي يتشوفون هذن هن المرجعية التسعيرة مالتنا احنا نفوطنا هذيش النفوط خفيفة وليست حامضية نفوطنا اللي بالعراق من الجنوب إلى الشمال نفوط حامضية وحامضية يعني بها كبريت نسبة كبريت عالية يعني نبات تصل نسبة الكبريت إلى ثنين ونص اثنين ونص بالمية من الكبريت يعني فهذه حقيقة والـ API يعني اللي زوجه مالتا اذا كل ما يصير النفوط لزيج شوية يصير سعر أقل مثل أي نفوط في العراق؟ احنا عندنا نفوط بالعراق مثلا عندك القيارة نفوط ثقيل 17 API يعني 6 أو 17 يعني هذا نفوط كلش ثقيل يعني وما تطلع بمادة النفوط والبنزين بشكل كثير والسعر النفوط مال القيارة يعني أقل من بالتأكيد بالتأكيد لذلك أنا شفت قلت لك بالمحاضرة المفروض أو الدول بدأت تتركز على النفوط الخفيفة خاصة في هذا الوقت يجب أن يتركز على النفوط الخفيفة كبيرة في جنوب الشرق آسيا يريدون نفوط ثقيل بالضبط ولهذا ولهذا إحنا اتجهنا لسوق الشرق لأن سوق الشرق جديد حتى بالمصافي وبدأ يتسع بالمصافي ومصافي معقدة قسمي تسمى يورو فايف يعني يورو فايف متطور إحنا مصفى كربلا أفضل مصفى بتاريخ العراق هو مصفى كربلا لهذا أن ربما الناس ما تعرف هذا الموضوع ليش؟ لأن من الوزارة أرادت تبني مصفى يجب أن تبني مصفى بآخر التطورات المصافي القديمة هي ذاك الظروف كانت تكنولوجيا ما المصافي دكتور شركة سومو شركة تسويق النفط العراقي لخارج العراق أو لداخل في داخله هي من كلمة تسويق يعني خارج ولكن ولكن احنا نقول هذا النفط العراقي المخصص للتسويق قسم من عدة تسويق داخلي وقسم به تسويق خارجي لديك فرق بين السعر بين الداخل والخارج يعني إذا حكومة العراقية تريد بيع النفط بمصفى كربلا أقل سعر من لا هو شوف التسويق الداخلي ليس أكونو عند القطاع خاص وقطاع عام مصافي القطاع الخاص ربما مظل ب قطاع يعني سومو بس المصافي الأخرى ربما الشركة المعنية هي اللي تقوم بعملية يعني شركة مثلا النفط البصرة تريد تقطع للشعابة تلاحظ شلون ف تقوم ب هي ويصير عملية التحاصب بيناتهم وسعر يختلف بمدعوم الدكتور يعني الحكومة الإراقية وشركة سومو يتعاملون مباشرة مع الحكومات أو مع الشركات المراسلة بين حكومات والحكمة الإراقية الشفافية اللي تعامل به العراق وزارة النفط والتسويق بموضوع النفط الخام اللي إحنا حقيقة إذا العراق يريد يفخر بشيء فيما يتعلق بالأشياء الإيجابية به هو هو بيع تسويق وبيع النفط العرابي لأن ما بي أي تدخل ما بي أي خلل وكل مرتب بوفق آلية مع الشركات العالمية ومع السوق العالمية لا يوجد تأثير على عمل سومه لأن سومه التطوير مالتها مستمر فيما يتعلق بالنفط الخام مستمر وفق معايير غير قابلة للاختراق وإذا اخترقت معناه أكو مشكلة خطيرة يعني ولذلك النفط العراقي الحمد لله يعني يمشي وفق معايير اللي وضعناها تقريبا ب2007 ولحد الآن ماشي عليه بحيث يعني كثير الناس ما يعرفون هذه الآلية أنه العقود والمراسلات والعقود للنفوط والطلبات تكونوا بالإميال ماكوا باليد بالإميال وماكوا باليد وماكوا مقابلة وياهم ونطلب من عندهم يخصصون بالسنة الجاية نستلم الطلبات بالسابع بالثامن تقعد الشركة برئاسة يعني أول مرة تسوي الهيئة التسويق تسوي الجداء والمال للطلبات بعدين تنعرض كل جنة لرئاسها المدير العام يشوفها ويا أربع أطراف خارج الخام حارة السلوية الشفافية وبعدين تنعرض على مجلس الإدارة التخصيصات السنوية شكال شركة مخصصين لها وما هي الشركات الجديدة ما هي الشركات التي طلعت ما هي الشركات التي قدمت والتي هي غير مستوفية الشروط وبعدين تنعرض هذه التخصيصات في اجتماع موسع برئاسة السيد وزير النفط والتيم مالتا الفريق مالتا اللي من ضبهم كانوا مفتش عام الدارة اقصادية دارة الدراسات الفنية وكلهم ويتم الشرح شون تخصصت الكميات لكل شركة من الشركات وخاصة إذا عندها سعة تصفية كبيرة مثلا اقو شركة عندها مصفة واحد وصفي 200 ألف باليوم اقو شركة أخرى الصفي 7 ملايين باليوم فهل تساوي الكمية من قطيها يعني آلية التعامل غير مباشرة مو مباشرة مع الحكومات مو أنا قلت لك يعني الشركات تدزلنا بالإيميل واحنا يستلموها الشباب اللي موجودين بالخامات يرتبون الشغل اللي قعرضوها على مدير الهيئة مدير الهيئة على نائب ووكيل مدير عام للشؤون الخام لحد اللي المدير العام ما العلاقة بالموضوع عمل جماع عمالته يعني مدير العام ما يدخل وهي هاي المعاير ودير العام ما يدخل بالتخصص يراقب يعني احنا خلينا المدير العام يراقب شون صارت هاي الكمية شون ما صارت هاي الكمية كذا وبعدين يدخل بالتدقيق وبالرقاب فعملية متينة جدا جدا وشفافة وشفافة وما يدخل بيها أي حتى إذا يجي السيد الوزير ويقترح هاي الكمية ليه شيء وكذا ويريد يجيز الكمية ونقول لأضيفها بالقلم الأحمر انت هاي ضفتها إذا اختناعت أنه لازم تنضاف هاي الشركة مثلا نحن مطي 250 قال لا 300 هاي شون يصير أنا ما مقتنع بيها كذا كذا إن أنا أكتب الاتريجة يكتب 300 ألف باليوم دكتور المرصب المرصب والظل حتى من تجي لجهات أخرى اتريجة تعرف بالعلاق اتهامات كثيرة اتهامات يعني مثلا أي اتهام يعني يعني أنه أكو سطاء أو التسعير كل شركة نسعر لها هو إحنا الكميات تخصص ب من قبل جهات وبعليا تمر بها المرحلة ورما صادق السيد الوزير ويا ثنيا من الإجنمال الوزارية صادقون على التخصصات السنوية وما للسنة القادمة يبدي يعني يعني المدير عمش يكتب يكتب مدير هيئة الخام اتخاذ اللازم حسب مصادقة السيد وردانا نتحدث عن السعر مسألة التسعير يعني ما الفرق بين السعر النفط العراق و وهو أنا جايك تسألتني يعني السعر واضح ما تعبت احنا قلت لك قبل فترة قليلة قلت لك عندنا اسعار اشارة اللي نعتمد عليها مثلا احنا قلت لك ثلاث سواق نجح على سوق الامريكي سوق الامريكي عدة WTI سوق الامريكي الWTI هو حقيقة يسعر للداخل داخل امريكي يسعر ونتيجة البورسة الموجودة يسعر بس بما انه ماكو فالنفط جيد بالعالم الى آلية فالشركات العالمية تضطر تستخدمها تلاحظ اللون اي لان موجود في البورسة معناتهم فالWTI مثلا اللي نفرض اليوم واني حسب ما شفت السعر 85 الWTI البرنت اللي ينتج في البحر الشمال بريطانيا اليوم ربما يعني 88 او 89 دائما اكو فرق بين الاثنين اللي ينفر فرق الجغرافي احنا احنا بالنسبة لنفطنا من نريد الروع الديل امريكا الشحنة الواحدة شون تنحسب يعني مو جماعي شحنة طلعت الشحنة اليوم بياه شهر الشهر العاشر مثلا برنت هو عني برنت اوكي طلعت طلعت من البصرة اوكي راحت الى الى فرنسا او الى بريطانيا المعدل الشهري مالت برنت احنا قلنا الامريكا ها اكو معادلة هنا حتى انا ما رد اتعب المشاهدين على الاليات فكل سوق الى الاليته وتسعيره معادلات ولكن احنا ان شحنها من تطلع نقول يابا هاي الشحنة تسعيرتها تكون نفط برنت اللي رايح الى اوروبا او نفط الى 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 امريكا او معدل عمان زائد دبي ذول ايضا هالبلدين يبيعون نفط يومي فناخذ المعدل مالتهم دبي تنتج قمية قليلة من نفط وذولا ينتجون تقريبا تسعمية هذول سعرين يومي وذولا سعرين يومي السوقين احنا ناخذ الافرج مالتهم والافرج الشهري ايضا فنقول ياابا هاي الشحنة اذا رايح السوق الشهر تكون معدل السعر النفط مال عمان دبي ناقص زائد هاي الناقص زائد السوق شو يقول معطياته بذاك الشهر ربما يقول ياابا اكو طلب كبير من الصين والهند على سوق النفط البصرة خلغي خنزيد السعر خمسين سنت دولار دولار ونوس وبالعقد اكو ايضا بعض الامور اللي هي تزيد وتنقص فالنتيجة كلها الزيادات والنقص مشكل خمسة بالمية من سعر الوحد ولكن خمسة وتشعين بالمية من هو السعر معدل عمان دبي فاذا قال معدل عمان دبي قال السعر مال هذا الشهر اللي راح معدلهن خنقول ثمانين فهذا الثمانين يروح منعدها وينضاف منعدها واكثر شي يعني ينحذف منعدها لأن النفط العراقي يختلف عن بعض الشركات فتروح منعدها بعض الامور فربما سير الفرق ثلاثة اربعة ذاك الشهر وفي بعض الاشهر يصير زاد واحد فمو يعني معني فالشحنة هذه بذاك اليوم تطلع معدل عمان دبي ناقص زاد اي شي يطلع ليش ما عندنا اي مؤشر مثل نفط سلطنة عمان او دبي مثل بصر ادكس احنا هذا جدا سؤال مهم ليش لأن العراق ما يبيع نفط يومية العراق يخصص احنا ما عندنا سوق بيع نفط يومية ليش لأن اسواق العالمية ترفض لأن احنا نفط حكومي يقول لك النفط الحكومي مو حر بالسوق ربما الحكومة تدخل به ربما زارت النفط تدخل تيجي الصبح تقول يلا اليوم سو مثلا السوق قال خمسة سو 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 سبعة وثمانية فالمعايير مال اسواق العالمية ما تتقبل اشتغلت عليه كل شي اشتغلت عليه مال انه احنا نصير نفط اشارة ولكن لازم نحرر جزء من الكمية انبيعها يوميا تلاحظ شونا وبدينا نشتغل عليه وربما اذا الشباب يعني يدرسوه اكثر وياخذوا الموافقات ربما نقدر انبيع جزء من نفط يوميا هذه الشحنة نفسها اذا طلعت الاوروبا راح تاخذ نفط الاشارة مالتها برنت واذا نفط راحة الامريكا تاخذ نفط الاشارة مالتها لنفط الامريكي ولذلك كل شحنة تختلف شحنتها عن اللخ قسم شحنة صير 70 مثلا السحنة الابرج 85 قسم اللي رايح الامريكا ربما 80 ربما يطلع الشحنة 79 كل شحنة وإلى ظروفها يعني وهاي الشفافية يعني انت وثانيا التسعير من سوي تسعير الشهرية تقول يا با انا راح ازيد نفط اللي راح لشرق 5 سنت اللي رايح الى امريكا 10 سنت هذه السحلة الى اسم تسعير السومو فتسعير السوق ذاك نفط السومو يساوه سعر ذاك الشحنة والسعر النفط العراقي يقيسوه شهرين وفي كل معدل الموضوع العامل الاساسي ما الفرق يعني ما هو السلب الرئيسي لفرق بين برينت و و والسومو يعني العامل الاساسي العامل الاساسي هو الجغرافية والترانسورتيشن كلفة النقل يعني كلفة النقل والجودة ممكن جودة النفط بالضبط نوع النفط الAPI يعني انا اموالة اللي يصدر 30 الازوج 30 و برينت في حين برينت 38 زيان أنا النفط بيكبريتي برينت ما بيكبريتي هذن عالمي عاملين اساسيين يعني يتشكل تقريبا 80% 90% من سعر النفط لذلك ليش اختاروهن هن نفوط اشارة تعتمد عليها بالعالم لهذه الاسباب البقية النفوط احنا كنا نعتمد على شون السعر نفط يعني مثلا تقعد يوم الصباح تقول والله انا اريد سعر 90% احد يقول لك ليش 90% اخوان يقول لك 70% بس عندك نفط الاشارة هو يجب تتحدد دكتور مثل ما شفنا قبل عدد مرات سعودية يريد بيع النفط لشهر اكتوبر ب 3 دولارات اكثر من الدول جنوب شرق آسيا مثلا شهريا يعني ليش ما هو السبب يعني هل الآلية يعني سعودية من طبق والعراق اكو نفس الآلية بس يوميا تتغير يعني في السعر لا مو يوميا احنا شهريا مثلا حسب الدول السعودية ايضا ما اعتقد عندها سوق يبيع يوميا ولذلك تعتمد على التسعير الشهرية احنا من بيع يوميا احنا نخصص سنويا وبعدين نخصص شهريا وبعدين التسعير نسويه شهر بشهر وبعدين السعر السعر الاساسي السعر الشبير اول 95% نخلي نفط الاشارة اللي هو لو برينت يعني حقيقة من نقولها 95% هو اوخر المشاكل النقل ومشاكل النوعية من النفط العراقي اوخر نذني احذفني فالفرق بشكل عام يعني يتراوح بين ثلاثة الى خمسة الى ستة اختلف من شهر الى شهر بين سعر النفط العراقي وهذن النفط الاخر بس في بعض الاوقات يعني في بعض الاحيان السعر خفيف بصرة اعلى من سعر برينت معلك هذا غلط غلط ولا لك علاقة بي واحنا قلنا لهم انتوا مو تصدرون تسوين نفس الجهة ما هو السبب يعني استميشن يقدر في حين الواقع لا الواقع احنا نعرفه وراسلنا هاي الجهة قلنا لهم انتوا تسوين خطأ احنا نفطنا دائما لو موازي لو اقل هم مياخذون هاي الشروحات اللي شرعت الكياها اللي هي النوعية والمدرشيون وكذا هاي ما ياخذوها بناظر الاعتبار ياخذوه كأنما سعر اللي افترض لو هسا النفط العراقي موجود بالبورصة ويباع حلقة قيمته في حين انت من تنزل البورصة وسعرها يعني امريكا امريكا عندها حوالي 35 نفط تبيع بس من العالم اللي من يعرف بس الWTI بس تتعرف امريكا 35 أو 40 أو 25 نوع من النفط هاي امريكا عندها هيك نفوط و و نفوط عندها 30 الAPI بس احنا نتبع هذا النفط تاريخيا يعني قبل 30 50 40 سنة من جاني لقينا الWTI هو متبني وجاني لقينا السعودية متبني الWTI البرينت كذا اما يعني مو بس نوع واحد من نوع ممكن فوق 200 نوع نفط بالعالم بس النفط اللي بيه ماركة سوق يعني سوق بورصة هي موجودة بريطانيا ولو ألمانيا عدها بورصة لو عدها نفط وتبيع يومية هم تشاه سوت بورصة وهس الآن بالوقت الحاضر وحنا اقترحنا عليهم في حين للصين اقترحنا عليهم انه هم هم عندهم نفط تدرس تنتج 4.5 مليون باليوم برميل وانا بدأ يقل 100 ألف كذا بس تستهلك 12-13 باليوم مليون وذلك تستورد وتستخزين دكتور انت تتغرق على الموضوع ومحور آخر حول يعني هناك بعض يقول العراق في مسألة الطاقة في ملحرة انتقالية يعني ما هو يعني قريد نحسي على هذا هذا هو يعني الموضوع ما هو مستقبل الطاقة في العراق مثلا وهذا تقريبا انا اركز عليه هذا متخصص محاضرات يعني من نط محاضرات حقيقة العالم يمر بمرحلة انتقالية واذا قاعد بالمؤتمر انا حشيت هذا المرحلة الانتقالية هو في كل الفترات يمر في العالم في مرحلة انتقال الطاقة يعني مثلا كانوا يستخدمون الاشجار مال الغابات ايام زمان قبل 200 سنة يقطع من الغابة ويطبخ وكذا وكذا وراء طلعت الفحم فصار مرحلة انتقالية من الوقود الخشب الى وقود الفحم الحجري استمر في الفحم الحجري يمكن 70 سنة هو القائد وراء صارت الحرب العالمية الثانية بد النفط يطلع اجوا تعليمات انه لازم يبدأ استخدام النفط وخاصة بال 39 40 940 بلا انتاج النفط يزيد بال55 60 صار النفط هو رغمها فمر مرحلة الانتقال من مصر مرحلة الانتقالية كبيرة لان العالم اردي رتبت امور هوية الفحم وصارت محطات الطاقة الكهربائية باوروبا على الفحم واكثر استقرار وما يتعرض الى مشاكل الفحم للطاقة الكهربائية قال له فحم للطاقة الكهربائية لا يستخدم غير المجالات اكثر شي قام يستخدمون النفط ومنتجاته للسيارات للقطارات للكذا اي الان صارت وضوح مصطلح الطاقة الفترة الانتقالية صار وضوح واكثر نضوج يصحولها مرحلة انتقال الطاقة هي يصحولها مصادر طاقة متنوعة يعني تقبل 200 سنة بس خشب الغابات ورا فترة زاد الفحم ورا فترة زاد انظاف النفط ورا فترة انظاف الغاز هسه انظاف الطاقة المتجددة اللي هي رياح والطاقة الشمسية وغيرها يعني هسه يصحولها بالانجليز يصحولها انيجي ميكس شنو انيجي ميكس مسجد يعني الطاقة المتنوعة يعني العالم بيعدة انواع من الطاقة العراق وين العراق يوعى يعني اكو نوعين ثلاثة انواع او نوعين من من العراق قروب الاختصاصيين يعرفون اختصاصيين بالطاقة يعرفون اش دايجر بالعالم ويعرفون انه احنا لازم انفعل هاي الفترة الانتقالية من خلال من خلال زيادة انتاج الغاز وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية وهذا النفض خليه موجود يعني خليه يزيد الاستهلاك الداخلي بس دمني لازم اتركز عليا وخاصة احنا عندنا هواي احرق قلت لك تقريبا 35 37 يحرق هذا لازم يروح خلال سنتين ثلاثة وين راح يصير راح يتحول من يحرق الى انتاج اذا انت مرحلة انتقالية بالعراق يجب ان تكون زيادة انتاج الغاز وزيادة الطاقة الطاقة الشمسية هذان وين يروح هذان لتوليد الكهرباء بس شلون يعني نعالج فلير وفري غاز هو انا اجد اقول لك انا اقول لك مختصر من اقول لك زيادة انتاج الغاز وانت انتاجك مصاحب انتاجك مصاحب يعني مربوط مربوط منتاج النفط يعني تذكر جت فترة على اساس انت تسعة وثمانية وكذا مليون بليوم هذا كان لو ما عالجي يعني لهذا انتاج كان العراق احترق بالغاز يعني تلوث لان هالسنة ننتج اربع على خمس ملايين ننتج شوف اش قد غاز اذا تنتج عشرة عصان صارت كارثة البيئية بس الحكومات من 2018 بدت تحس انه يجب ان تعالج مسألة الغاز اذا العراق دي يشتغل ضمن الفترة الانتقالية الى الطاقة اللي هي نظيفة وبديلة الطاقة المتجددة نظيفة ولكن الغاز نظافته 60% مو مثل البنزين والنفط الخام اللي هو كله بمشاكل ف ولكن انا اتمنى خلال عشر سنوات جاية اشوف الماكو يعني ينتاج كله غاز وحتى الحقول اللي بيها غاز ويروح لتوليد الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية ايضا تروح للطاقة الكهربائية بعد انت ما تحرق باليوم فد 300 يعني 150 الف برميل وربما مفد 100 الف برميل من الطاقة النفط الاسود فكل ما انت زيد انتاج الغاز وزيد انتاج الطاقة الشمسية يعني يتولد الكهربائية كل ما البيئة قليلة التلوث ما تحرق نفط خام 150 الف وتصدر يعني الايمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل يعني مسألة الطاقة لا بس بالتمني ولا بالتحلي انا انا قلت لك برنامج بس على البرنامج شوف كل شي او اي شي بيتطور الطاقة بالبلد مكتوب مكتوب من كبل الجهات المعنية من مثلا الكهرباء وزارة النفوط الجامعات ادنا باحثين من الطراز الاول بالعراق الاعراق ولاد بالخبراء وحتى بالاقليم ولكن انا هسا حجيت قلت اهمية هذا الشي المعني المفروض يقول والله صح يعني صحيح الكلام ليش من نفذة اكو اقلية واكو فلوس فلوس تنوجد العراق نفط نفطة هسا 85 بهالشهر او 86 او 87 ويصدر 38 ونص يعني الارقام انا مو كلش دقيق بها مو عدي يعني اي الان ف بس الافرج يعني نبات يصدر 3 ونص نبات 3 واربعمية نبات نبات ينتج اربعة وثلاثمية نبات ينتج اربعة ونص يعني حسب ظروف السوق وحسب ظروف الانتاج يعني والأوبك بس هذا مو تمني يشراد له يراد له التحول من التخطيط والتشخيص الى التنفيذ الواقع الى التنفيذ صح والتنفيذ مو ما دي يصير دي يصير ولكن بهذا المثلا بالغاز دي يصير تنفيذ ربما زادت النسبة دي يتقلص الحرق وحتى جمع الغاز حتى داك اليوم دولة رئيس الوزراء ركز على هذا الموضوع ما جمع حرق الغاز يعني كل ما انت توخر حرق الغاز كل ما هذا سير كريدت الىك وتروح ايضا تبيع يا بتعلاني النسبة التلوث كانت عدي القد من الغاز قلت ب10% شمطين شمائتين حزب اكو ناس حسبوها يروح يشتري تعويض وهذا فتش حقيقة بالغ ضروري وماش يعني قليم كردسان والحكومة المفروض يسرعون به يعني والحكومة انا ما اقصد المجلس الوزراء او المكتب انا اقصد الجهات المعنية الوزارة النفط الكهربال الجامعات اي اه فما اكو تمني اكو اكو احنا نحتاج سرعة وتركيز هذا اه نقول نتمنى السرعة والتركيز بس هو موجود انا ما رد الموضوع يكون سلولي بطيني اريد لا يمشي يستدي ويزيد سرعته حتى نخلص البلد من التلوث من تلوث البنزين والغاز من التحول للبطاقة الشمسية فلاح العام مري تستشار دولة رئيس وزراء شكرا جزيلا لكم تسلم شكرا 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 شكرا